اشتركوا في القناة 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 هذا شرط اساسي نحن اذا قلنا هذا الشرح هذا الخشب الذي يصير رمادا ان تزعوا الان مفهوم القوة من ماذا؟ من امرين من وجودين خارجيين من وجود الخشب ومن وجود الرماد بمقارنتهما مع بعضهم البعض ان تزعوا مفهوم القوة في الخشب له قوة رمادية ومفهوم الفعلية في الرماد فاذا بدون ان يكون هناك انصر مقارنة بين وجودين لا استطيع ان تزع قوة والفعل هذا اول امر الثاني من ثم ايما تقدم ايضا استنتجنا ان الامر احد هذين الوجودين الذين بمقارنتهما اقوم بانتزاع قوة والفعل احد هذين الوجودين لابد ان يكون من تقدم زمانا فما بيسر مع التعاصر الزمن يستنتج القوة والفعل يعني ان عندما يكون عندي خشب ويكون عندي الرماد لابد من فرض الخشب سادق على فرض الرماد حتى استطيع ان افرض القوة هذه القوة ماذا مقوعة في قابلية الصيرورة فاذا كان الصيرورة متحققة وليوجد تقدم تأخر زماني لا استطيع ان استنتج استنتج وانتزع مفهوم القوة والفعل اذا اولا لابد من عنصر مقارنة بين امرين وجوديين وثانيا لابد ان يكون هذان الامران الوجوديان احدهما متقدم على الاخر حتى يصح لي ان انظر الى القوة في اول ايه المتقدم والى الفعلية في الثاني ايه المتأخر لاني بمقارنتم بالنسبة لبعض من بعض بجيب القوة هنا بجيب الفعل هذا الامر الثاني الامر الثالث حتى استطيع اخذ ما بالقوة وما بالفعل لابد ان افرض ان الاول منهما ايه المتقدم زمانا الاول منهما عندما وجد الثاني كان الاول موجودا في الثاني ولو جزء منهما وجود في الثاني وان لا يكون هناك قوة وفعلية يعني مثلا لو فرضنا ان الخشباء انعدم من دروحي الوجود اطلاقا ثم وجد وجود اخر اسمه الرماد هنا لا يستنتج العقل مفهوم القوة والفعل يعني لان هذا ليس له علاقة بذلك مثل انعدم الف كليا لأسبابها الخاصة بحيث ذهبت عن صفحة الوجود ومجيء بها كليا لأسبابها الخاصة على صفحة الوجود هذا شو العلاقة بين بعضنا كيف استطيعون من خلال ذلك ان استنتج القوة في احدهم وفي عيث الفلخة لا بد من فرض ان الاول اي المتقدم زمان قد فنى منه شيء قد صار فيه تغير ما في العرب قد صار فيه تغير ما في الجوهر بقي منه شيء ما فتحول هو هذا الشيء باقيا منه منحفظ منه ما بقي تحول الى شيء آخر ولنا على المكلية نصى هناك شيء آخر جديد هذا له أسباب وذكا له أسباب هم مكانا آخر لا ربط بين الاثنين فكيف استنتج عنصر القوة والفعل إذن أولا لا بد من فرض مقارنة بين الموجودين ثانيا لا بد من فرض تقدم زمان لأحدهم على الآخر حتى نقيص الأول على الثاني فتستنتج القوة والفعل ثالثا لا بد أن الأول الذي منه هو بالقوة قد انحفظ ولو جزء منه في ذلك الذي صار بالفعل وإلا إذا كان كل واحد منهما أجدبيا عن الآخر لا يوجد أي انتباط بينهما حتى في جزء من أجزائه إذن ما في مجال العقل ينتزع مفهوم القوة والفعل ولذلك العقل لا ينتزع مفهوم مثال لا ينتزع مفهوم القوة والفعل إذا قارن ما بين الحجر وما بين مثلا الغاز لا ينتزع مفهوم القوة والفعل لأنه لا يرى أن هذا يتحول لهذا أو هذا يتحول لهذا مثلا، يقول هذا له أسبابه المستقلة، هذه العدم الخصوصياتي وتلك الوجود الخصوصياتي إذا المقارنة بينهم لا تنتش أن هذا بالقوة ويصير هذا لأنه لا يوجد روض بينهم يصير هذا يعني لا بد من خفاض بعض الأجزاء والخصوصيات هذه الشروط الثلاثة هل هذه الشروط الثلاثة ما هي الفائدة من بحثها؟ يجيكي مصنف أن يقول أنا طبقا لهذه الشروط الثلاثة أريد أن أعرض الخمسة عشر نوع من أنواع التغير التي مرت معنا قبل أسبوعين أو أسبوع تقريبا أعرضها على قواعد القوة والفعل اللي هي عبارة عن الشروط الثلاثة لأرى ما الذي سيحصل؟ هل ستنطبق القواعد أو لن تنطبق؟ هذا أولا ثانيا هل سيكون هناك ما بالفعل أقوى وأكمل مما بالقوة أم سيكون ما بالقوة أكمل وأقوى مما بالفعل؟ إذن أنا سأرصد هذه الأمور إذن عندي خمسة عشر نوع سنمر عليها واحدة واحدة التي مرت معنا في صفحة 262-263 في درس الثالث والمتليد اللي هو الدرس الحالي والخمسون في صفحة 262-263 خمسة عشر نوعا تعرضنا لأقو وأذكر رسمناها أيضا على اللوح ذكرها المصنف في هذا المجهل هل نجي إلى النوع نوع من هذه الأنواح النوع الأول القسم الأول شو كان القسم الأول ظهور موجود جوهلي من دون مادة قبله اللي عبرنا عنه لأنه بداية ظهور العالم أول لحظة ظهورية العالم هذا نحو من التغير لأن لم يكن هناك شيء ثم صار هناك شيء هذا تغير ما في شيء ما فإذن لم يكن هناك شيء ثم صار هناك شيء وقلنا بأن هذا مبني على البداية الزمنية للعالم يعني على الذين يقلون بأن هناك بداية زمنية للعالم وهو موضع خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين بناء على هذا النوع الأول هذا النوع الأول الذي مر معنا في صفحة 262 نريد أن نعرض هذا النوع الأول على الشروط التي بين إيدينا هنا ماذا يقول المصنف يقول ليس هنا قوة وفعل لماذا لأنه ماذا قلنا في الشرط الأول قلنا بأنه لابد لاستنتاج القوة ولفعل أن يكون كلا الأمرين الذين نجري المقارنة بينهما يكون مع أمرين وجوديهم والمفروض أنه في مقامنا هذا أنه أمر عدمي ثم صير رؤية أمر وجودي فإذن لا معنى لاستنتاج القوة والفعل لا معنى لأن أقول لحظة العدم كان الوجود الأول موجودا بالقوة لا معنى له لأنك عندما تتحدث عن موجود بالقوة وموجود بالفعل تفرض أمرين وجوديا وفي حالة ما بينهما حلاقة ما بينهما استنتجتها أنا بالمقارنة هنا في مثل هذه الحالة أيضا الأمرين الموجوديين عدم ووجود إذن هذا القسم الأول ذهب من الخارطة إذن لا نستنتج أن هذا النوع الأول من التغير لا يتنطلق عليه القواعد القوة والشكل هذا أول وحد ثاني ماذا كان الثاني؟ انعدام موجود جوهري بصورة تامة اللي هو عبرنا عنه بماذا؟ بنهاية العدم يعني أن ينعدم الموجود الجوهري المادي يضمع لأن التغير من شؤون عالم المادة لا يوجد مجال لتلك ثوابت أن ينعدم الموجود الجوهري المادي إنعداما تاما يعني آخر لحظة وجودية للعالم وهذا مبني عن نهاية عالم الذي ذهب إليها المتكلمون وغرفهم فيها الفلاسف وكثير من الفلاسف على آخر في هذه اللحظة أيضا عندي أمر وجودي وعندي يليه أيضا أمر عدمي في مثل هذه الحالة هل قواعد القوة والفعل تنطلق هنا أو لا تنطلق هنا؟ المصنف أيضا هنا يشفي يقول لا تنطلق القواعد قوة الفعل لأن الأول كان موجود والثاني أيضا عدمي ولا يمكن نحن إذا أردنا أن نرصد فكرة القوة والفعل شو نقول؟ نقول هذا الذي في الأول كان بالقوة فصار بالفعل فصار بالفعل الفعل يعني حيثي التحقق هو لا عدم هو لا تحقق فكيف أن تزع من العدم مفهوم الفعية؟ ما ممكن يضاف إلى ذلك نفس النقطة التي ذكرها المصنف في الإشكال على النوع الأول من التبير وهو أن المقارنة تكون بين أمرين وجوديين لا بين أمر وجودي وأمر عدمي فكما أن السبق الموجودي منعني من تطبيق قواعد قوة الفعل في المقام كذلك للحكم العدمي منعني من تطبيق قواعد قوة الفعل في المقام هذا النوع الثاني إذن لا تزع عليه قواعد قوة الفعل في المقام نوع الثالث ماذا كان؟ كان بعد العالم ماشي في داخل هذه السيرورة في العالم المادي هناك موجود جوهري ما إن عدم إن عدم الموجود الجوهري وحل مكانه موجود جوهري آخر في الأول عدم محض يليه وجود في الثاني وجود يليه عدم محض في الثالث وجود فالعدام فوجود بديل هذا كان نوع الثالث من التغير أن يكون عندي موجود جوهري يعرضه العدم فيزول من لوح الواقع ثم بعد ذلك يأتي كبديل عن موجود جوهري آخر هنا هذا نوع الثالث هنا في مثل هذه الحالة هل تنطبق قواعد قوة الفعل أيضا؟ أو لا تنطبق قواعد قوة الفعل؟ المصنف أيضا في مثل هذه الحالة يقول لا تنطبق قواعد قوة الفعل لماذا لا تنطبق قواعد قوة الفعل؟ لأنك عندما قلت إنعدام موجود جوهري بشكل كامل ثم مجيء موجود جوهري بشكل كامل فقد فرضت أن الأول ليس له أي علاقة بالثاني وقد فرضت أنه لا توجد جهة اشتراك بين الأول والثاني إذا لا توجد جهة اشتراك بين الأول والثاني اتذكروا الشرط الثالث من شرط القوى الفعل ماذا كان؟ أن يبقى من الأول شيء منحفظ في الثاني إذن لا يمكن صدق قواعد القوى والفعل في المقام لماذا لاختلال الشرط الثالث من شروط القوة والفعل التي ذكرها المصنف بذلك البحث إذن صارعين من الأول والثاني والثالث لهم هنا المعركة قلنا سابقا من المعركة كل المعركة هنا في هذا الأول والثاني والثالث وسأت تفصيل المعركة في المعركة فإذن بناءا الآن فرضيا أو تعبير هذا أوليا المصنف يقول قواعد القوى الفعل لا تجد هذه الثلاثة هذا أول نأتي إلى التسلسل اللاحق الذي يذكره المصنف قسم الرابع ظهور موجود جوهري بعنوان كونه جزءا بالفعل لموجود جوهري آخر يعني أن يكون عندي موجود جوهري ويظهر في داخل هذا الموجود الجوهري بعد العدد يظهر موجود جوهري آخر يصير جزءا من هذا الموجود الجوهري مثل له الصورة النباتية فإنك أنت في الصورة الترابية مثلا هناك موجود جوهري هذا الموجود جوهري لا يزوي يظهر فيه موجود إضافي جوهري آخر وهو النباتية فيصبح موجود جوهري جديد مركب من الموجودين الجوهريين هذين وهما الجوهر الترابي مثلا والجوهر النباتي بما هو نباتي فيتركب منهما فيصبح عندي تغيره وتحول هذا أيضا نصدقنا صديقي التحول فإذا النوع الرابع أن يكون عندي موجود جوهري بالفعل مركب مثلا من جزئين نفر ثم يوجد موجود جوهري بالفعل كامل يدخل في هذا الموجود الجوهري الأول فيصبح جزءا منهم وهذا أيضا نوع من نوع التغير لا يصدقنا أقول ليس التغير هذا تغير النبات التراب مثلا هو بنفسه طرأ عليه موجود جوهري جديد وهو الصور النباتية طبعا بناء عن الصور النباتية كل هذا بناء على فرضياتهم فيما تعلم بالطبيعيات طبعا بناء على هل هذا يمكن أن أتحدث فيه عن كمال أو عن مقصان وهذا ينطبق عليه قواعد القوة الفعل لا يوجد مشكلة هذا ينطبق عليه قواعد القوة الفعل الترابية موجود له بالقوة له قوة صيرورة إلى أن يندمج فيه الموجود الجوهر الآخر فيصبحون باتا هنا نقول هنا نقول مجيء الجوهر الإضافي والمفروض الجوهر الأول بعد على حاله الحالة الأولى ما زالت على حاله هنا نقول ما هو بالفعل أكمل مما هو بالقوة لأن الذي هو بالقوة جزء جوهر الثلاثة وما هو بالفعل صار جزءين جزء فإذا الوجودان كمالين والوجود كمالا واحدا إذا صح التعبير فإذا يكون ما بالفعل أكمل مما بالقوة في هذه الحراءة هنا المصنف لا يناقش في أنه قواني يقول قوة الفعل تصدق أو لا تصدق لوضوح صدقها فإن الترابة بالقوة يمكن أن يصير النباة تنزل لا يوجد مشكلة والشروط منحفظة فأنا أقارن بين الترابية المحطة والنباتية هذا أمر الموجوديان وهناك الحفاظ لأن الترابية منحفظة أيضا مثلا بشكل أو بآخر منحفظة في النباتية لا يوجد مشكلة من حيث قواعد قوة الفعل إنما مصب نظر المصنف في أن الحالة الثانية أكبر من الحالة الأولى أم الحالة الأولى أكبر هنا يقول ما في نقاش أن ما هو بالفعل أكمل مما هو بالقوة هذا النوع الرابع نوع الخامس إنعدام جزء من موجود جوهري من دون أي حل محله جزء آخر عندي موجود جوهري مركب من خمسة أجزاء ما هو التغير الذي طرأ عليه أنه زال منه جزء قوسط زال منه جزء كان مركب هذا الموجود الجوهري من خمسة أجزاء بعد أن طرأ عليه التغير صار أربعة أجزاء بس لا إجي جزء ثاني ولا صار تحوله كان خمسة وصار أربعة مثلوا له في حيني يقولنا مثلا مواد بعض الأشجار تموت الشجرة شيء عندما تموت الشجرة يعني بعض خصائصها زالت يلدان عديد من الوجود لكن بعض خصائصها تزول هنا هل هذا قوى وفعل؟ نعم هذا من مصادر قوى وفعل لأن هذا الشيء اللي هو خمسة أجزاء يمكن أي له قابلية الصيدورة إلى أربعة سنة طيب هنا نقول ما هو بالفعل؟ أكمل ما هو بالقوى أم لا؟ إذا تذكروا في الدرس الماضي كانوا يقولون دائما المسيرة تصعودية أما المصنفنا قرروا بهذا الكلام وسيأتي تفصيل كلامي فيما بعد المصنف هون يقول المسيرة النازلية فإنه كان عندنا خمسة وصار عندنا أربعة أيو أفضل؟ الخمسة باعتبار أنها خصائص وجودي أزيد فالخمسة كانت أكمل والتغير صار بفقدان جزء فقط فإذا هنا ما بالفعل صار أنقص منه بالقوى هذا النوع الخمس إذن النوع الأول والثاني والثالث وهو وجود موجود الجوهري بعد عدم المحض أو العدامه نهائيا أو وجود موجود وانعدامه ومجيء أحد آخر مكانه هذه الثلاثة المصنف خارج عند قوة والفعل هذا واحد هذه الثلاثة أولا في الرابع وهو ظهور موجود جوهري بوسط جزء من موجود الجوهري الآخر يقول هذا مصداق للقوة والفعل ويقول ما بالفعل أكمل مما هو بالقوة في الخمس نقصان جزء من موجود الجوهري يقول هذا أيضا من مصادق قوة والفعل غير ما في الأمر أنه حصل تناقص فكان ما بالفعل أنقص منه بالقوة الجزء السالس الجزء السالس إن عدم الجزء بالفعل هذا اللي كان بقنا ستة إن عدم الجزء بالفعل من موجود جوهري وظهور الجزء آخر مكانه يعني عندي موجود جوهري مؤلف من خمس الأجزاء زال الجزء الخامس ثم جاء مكانه الجزء بقل خمسة زال الخامس واستبدل موضعه بشخص آخر لجزء آخر هنا في هذه الحالة هل هناك قوة منه فعل؟ نعم واضح في قوة فعل في حالة صغيروها أيهما أكمل يقول مصادقهم ما فيه نحسن لماذا؟ هذا رهيم بمقارنة الجزء الفائد مع الجزء إضافي فربما يكون الجزء إضافي أكثر وجوداً من الجزء الفائد ولما يكون العكس فتتختلف النتيجة تبع الاختلافة حالة جزء مفقوط بمقارنة الجزء الموجود هذا قسم السادس انتهى القسم السابع ما كان بالقسم السابع هو الحركة؟ القسم السابع كان عبارة عن الحركة اللي زينا في الجوهر حركة الجوهر لأن عدم جزء بالقوة من جوهر ومجيز القوة آخر مكانه في الجوهر العلمة لعنها بالحركة الجوهرية هنا الحركة القسم السابع والحركة عمون الحركة هل هي قوة وفعل؟ وإذا كان قوة وفعل في عندي تكامل؟ المصنف يقول عدة حاجة يتأمل لأنك أنت لو تأملت الحركة جيدة الحركة ليست هي عبارة عن صيلورة جزء جزء آخر الحركة وجدت لا اشتراك بينها يعني أنا إذا أرد أن تحرك من هذا المكان إلى هذا المكان ما هي الحركة؟ قطع المسالفة لما خطط الخطوة الأولى هذا حدث موجودة له علاقة بالخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية حدث موجودة يعني لا أن الخطوة الثانية كانت موجودة في الخطوة الأولى بالقوة في الخطوة في الحركة لا في المتحركة لا أنها كانت موجودة في الخطوة الأولى بالقوة هي كل خطوة الواحدة لا نقول الخطوة الأولى كان موجود فيها بالقوة الخطوة الثانية ما لا علاقة تلك خطوة تلك خطوة فإذا كذا نظرنا إلى الحركة وتأملناها جيدا سنجد أنها قطعات متفصلة ما فيه اغتباط ومن ثم ليس واضحا تطبيق مفهوم القوة الفعل هنا بلحاطة الجزء الأول مع جزء الثاني هذا معنطة بلقوة الفعل لأن لو بلحاطة الجزء الأول لا نقول أنه بالفعل هو الجزء الثاني لا بلحاطة الجزء الأول عدم راح ما هو بالفعل الجزء الثاني هذا يصبح حاله إذا أردنا أن نشبه نصبح حاله مثل الخصن الثالث لهو ظهور موجود جوهد انعدامه ثم ظهور واحد آخر مكانه وهذا قلنا لا ينطبع علي قانون القوة فعل ليش؟ لأن هذا ليش تواكبين هو نفس الشيء ظهور جزء وهو الخطوة الأولى والعدام تمت ثم ظهور جزء ثاني وهو الخطوة الثانية والعدام تمت ثم ظهور جزء ثاني وهكذا وإذا هذا المعدام لا يشترك بينها إطلاقاً فإذا بأي معنى أقودنه فيما بينها ترابط القوة والفعفر نعم ممكن واحد يتصور الحراكة كلها عبارة خط واحد وهذا تصور يعني ذهني لليس له واحد خارج في الخارج يمسد هذا عمص الاتصالي هذا هذا الاتصال يعتبره خط واحد ووجزيه إلى أجزاء أعتبره خط واحد ووجزيه إلى أجزاء ممكن أنا أتعاطى أنه جزيه إلى أجزاء وكل جزء ثاني يعني جزي الأول وقدم من جزي الثاني وأتعامل معه كأجزاء على أساس أنه خط واحد وإلا هو بالدقة مجموعة أحدات متفرقة عن بعضها البعض لسه بينها اتصال بمعنى من أنحال اتصال نعم إذا أخذت المتحرك نفسه يعني الموجود الجوهر المتحرك ممكن نقول هو بالقوة في الخطط الثانية يعني إذا قسط المتحرك نفسه إلى الخطط الثانية أو قسطه إلى الخطط الثالثة ممكن أقول هو بالقوة في الخطط الثالثة هو بالقوة في الخطوط الرابعة وما شابه ذلك أما إلا إسل الخطوات مع بعضها البعض فالخطوات مع بعض البعض وجوداتهم توجد بفتن عاد وفيوجة بديل مكانة لاشتراك بينها ولا ترابط فإذن فيما يتعلق بهذا النوع السابع من النوع التغير المصنف يميل إلا أنه لا علاقة له بقوة الفعل إلا بضرب من اللي حافظ إذا لحفظهم جهة معينة يمكن أن تسميه وماذا ما فعله إنه في واقع عمله في حقيقة أمله النوع الثامن والتاسر والعاشر هو ذلك ثلاثة مع بعض البعض ثاني بينه التاسع وعاشر ما هو الثامن والتاسع والعاشر هو نفس الأول والثاني والثالث لكن في العرض هناك في الأول ماذا قلنا ظهور أول موجود جوهري ظهور موجود جوهري انعدامه ووجود جوهري الثالث ظهور موجود جوهري انعدامه ووجوده آخر مكانه ونفس الشيء ظهور وعرض هذه حالة نين إن عدم وعرض نحاول تلاتي وجود وعرض إن عدمه ما في آخر مكانه يقول هذه حكمها حكم الأول والثان والثالث نفس القاعدة ليش نفس القاعدة؟ لهذا النصر ظهور وعرض بعد عدام العدام هو الحالة السابقة والمفروض في القوة والامتزاع أن يكون مقارنة بين الوجودين إن عدم العرب بعد الوجود لا يمكن انتزاع الفعالية من العدم ظهور وعرض إن عدمه ثم وجود آخر مكانه لا يوجد إشتراك بينهما ان اختل الشرط الثالث فإذن قسم الثاني والتاسع والعاشر حاله وحال القسم الأول والثاني والثالث في أنه لا تجلي عليهم قانون قوانين القوة والفعال هذا أيضا صار واضح عند المصنف في هذا الإطار القسم الحادي عشر والثاني عشر طبعا القسم الحادي عشر والثاني عشر عند المصنف يشبه القسم الرابع والخامس يوجد القسم الحادي عشر والثاني عشر طبعا المصنف ما اعتبرهم من التغير إن عدمه جزء بالفعل لعرض وهو رقم خمسة صار رقم أربعة هذا فقط في العدد الجزء الثاني عشر ظهور جزء بالفعل لعرض كان خمسة صار ستة العدد العدد بما هو عدد يعني زيادة العددية رقم اطنعاش النقيصة العددية رقم احد عشر هذا مثل ومثل قسم الرابع والخامس ظهور جزء من موجود جوهري ظهور جزء بالفعل يصير جزء من موجود الجوهري نفس الكلام الذي قلناهم في الرابع والخامس يكون بعين ماذا قلناه في الرابع قلنا بأن ظهور موجود جوهري جزء بالفعل من موجود الجوهري آخر يعطيه كماذا يعني إذا كان رقم خمسة وصار ستة الآن طبعا رقم اطنعاش إذا كان رقم خمسة وصار رقم ستة فإذا ما بالفعل أكمل مما بالقوة لأن ما بالقوة كان رقم خمسة وما بالفعل صار رقم ستة إذا أخذنا النقصان بعين الاعتبار سيكون أنقص إذا كان عنا رقم 6 ثم نقصت وصارت رقم 5 هذا التغير بالقوة هو رقم 6 يعني رقم 6 بالقوة يصبح رقم 5 وبالفعل هو رقم 5 وهذا ما بالفعل أنقص كمالا مما هو بالقوة صحيح ولا بأن فهم بالقوة كان 6 وأنه صار 5 فإذا هذا نفس الكلام الذي مرنا معنا هنا ينطبق هنا بلا زيادة ولا نقيصة إذن حتى الآن صار عندنا 12 جزء رقم 13 رقم 13 هو بعينه الرقم 7 غيطك في باب الأعراض نفس الذي قلناه في بحث الحركة الجوهلية هو بعينه لكنهم الأعراض من أن الحركة إذا نظرنا إليها كل جزء جزء منها فلا يوجد اشتراك فيما بينها وإذا لا يوجد اشتراك فيما بينها فلا ينتبق علي قاعد القوة والفعل لنزوم الحفاظ الاشتراكي بينما بالقوة والفعل وهذا واضح أما إذا نظرنا إليها من زاوية ما هو معروض هذه الأعراض المتحركة معروضها هذا يمكن أن ننظر إليها من بقوة الفعل مثل المتحرك الذي تحدثنا عنه هذا زيادة ونقيصة يبقى القسم الرابع عشر والقسم الخامس عشر وهذا حاله هو واضح قسم الرابع عشر والخامس عشر حاله مثل حاله قسم الرابع والخامس يعني تعلق موجود جوهري بموجود جوهري آخر تتعلق الروح بالبدن الذي تحدثنا عنه سائل وخم هذا كمال الإضافة الوجودية انفصال هذا التعلق هذا النقصان لأن الفقدان موجود فإذا صار عندنا الأول والثاني والثالث اللي بصبح اثنين بيتين واثنين وستين الأول والثاني والثالث وكذلك الثامن والتاسع والعاشر لا تجري عليها هذه الست أنواع لا تجري عليها قواعد القوة والفعل أما النوع الرابع والخامس والسادس والسابع والحد عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر والخامس عشر فهذه تجري عليها قواعد القوة والفعل غايته في بعضها يكون ما بالفعل أكمل وفي بعضها يكون ما بالقوة أكمل وفي بعضها تحديد كمال ما بالقوة عن كمال ما بالفعل موقوف على ملاحظة الجزء البديل الذي تم استبداله فربما يكونوا أكمل وربما لا يكونوا أكمل هذه محاولة من المصنف لتطبيق قواعد القوة والفعل وشروط القوة والفعل على الأنواع الخمسة عشر بالتغير وبهذا يظهر الصدق في بعضها وعدم الصدق في بعضها الآخر وما صدق فيه يوجد تفصيل في حالة الكمال ونغصانة يأتي إن شاء الله والحمد لله